تسليح الكاميرات بيحتاج اكتر من عندنا عشان نقدر نسلح الحديد الصفلي والحديد اللي فوق الركايز عندنا وبيكون في شوية تفاصيل طبعا زي ما احنا عارفين زي تكسيح السياخ عندنا مع ان ده دلوقتي ما بقناش شغالين بيه ولكن تعال نشوف الافكار جوه برنامج عشان نقدر نطبق بتاعتنا هنختار الكاميرا واول حاجة بنحددها وهي السيكشن بتاعنا ونخليه السيكشن خمسة عشرين بعد كده بنروح على الري بار بس قبل ما تشتغل على الري بار هنحتاج ان احنا ناخد في الكاميرا بتاعتنا ويكون سيكشن ديتيل عشان نقدر نتحكم فيه زي ما احنا عايزين نخليه دوت ونخلي دوت واحد لخمسة عشرين وزي ما احنا شايفين انا مش شايف الكاميرا فممكن نطلع بس فوق كده شوية هتبتدي الكاميرا تظهر معانا بعد كده هنبتدي التسليح مباشرة عن طريق انك انت تمسك الكاميرا وتقول له انا عايز اعمل لها ري بار ونروح نختار شكل الكانة نختار الشكل بتاع الكانة ونحدد ان هو تماني ار هتقول لي طب نبتدي نوزعه لأ هنبتدي نسيبه زي ما هو هو وزعه من السكشن التاني وهنشوف ازاي بعد كده عايزين نروح نبتدي نحط الحديد او الحديد الطولي فهنروح رايحين جايبين البار بتاعنا ونبتدي نقول له بربن ديكولر ونغير ليه فاي ستة عشر وين نقول له ان احنا عايزين ده انا عايز دول اتنين ونبتدي ناخد دول في المكان دوت بعد كده عايز اتنين تانيين بس الاتنين التانيين دول انا ممكن ابتدي اروح مقرب ده كده شوية ومقرب ده كده شوية طب انا عملت كده ليه عملت كده عشان دول المفروض مسلا مش هيوصلوا للاخر وان المفروض دول اه مش هيوصلوا للركاز دول هيكونوا وقفين في نص البحر بتاعنا. طيب عندنا في سخين فوق تعليق كنات فممكن ناخد السخين دول ونعمل لهم عن طريق النص اللي بيظهر زي ما انت شايف كده. فهتلاقي ان هم طلعوا معنا بالشكل ده. عندك حديد برندات ممكن تيجي توزعهم هنا بتطلع بيهم بالمسافة اللي انت عايزهم. طيب تعال بقى نروح نبص على توزيعة الكنات ونبص ازاي هنقلل كيمة الحديد دي. فلو انا رحت خدت كده. وخترت من ان هو يكون وروحت عامل بالمنظر ده. كمان ممكن نقفل ده خالص. ونروح مشغلين كده. قدام بعض عشان نبقى شايفين كل حاجة بتحصل في الحديد بتشتغل ازاي? نخلي ده برضو واحد لخمسة وعشرين. ونروح جايين موزعين. ده بالشكل دوت. او نلم الجزئية بس كده. وبعد كده نخلي دي عشان الباري بتاعنا يبان. طيب اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي السخين. انا سخين اهم. اول ما انا خدت ابتدى يوريني السخين دول. السخين دول انه ممكن افتح وابتدي اعدل فيهم. يا اما يكون وسيخ مكسح. زي كده مسلا. ونروح يكمل ويعدي يخش فيه الشكل التاني. او ممكن يكون انا المفروض اجي عند المسافة دي. وبعدين اطلع. اطلع من النقطة دي. ارجع مسافة معينة. اللي هي المفروض بتكون اما سبع البحر اما طلع البحر اما قيمة من القيم بتاعة الكود بتاعتنا اللي هي مسلا بحيس ان كده من اه طول البحر بحيس ان كده تبقى ما هدرتش بالحديد بتاعك وحطيت الحديد بتاعك مصبوط مية في المية. طيب لو احنا عملنا النقطة دي. وروحنا جايين دايسين فانا قدرت كده اعدل في السخين اللي كانوا في النص دول وكسحهم او قدرت ان انا لم السخين دول شوية عن المكان بتاعهم. فا اه دي سهولة في التعامل مع السياخ. طب بالنسبة للكانات. الكانات هتبتدى تيجي تمسك الكانة وتقول لنا عايز ادني دي او عايزها وعايز اول عشر كنات. المسافة ما بينهم مية. فتلاقيه جاب لك اول عشر كنات بالشكل دوت. وتحسب انت دي على اتنين من وش العمود وتبتدى تتحرك بالمسافة بالمنظر ده. طب عايز اعمل اخر متر هتمسك دول وتروح جاي على النص بتاع الكاميرا بالزبط. وتروح جاي من هنا. وراسم الخط بتاعك. فهتلاقي ان هما جون بيشكل حتى لو ما جاتش مزبوط تقدر تاخد دول عشان احنا ما اخترناش النص بتاعنا بس مزبوط. فاتحركهم بالمنظر ده. طب اه بالنسبة اللي في النص اللي في النص هتاخد المجموعة دي كوبي. وتروح جاي بيها كده في النص. وتعرف وتقيس المسافة وتروح موزع فيها ان هنا كل متة. فهيبتدوا يخشوا كده في الجنب التاني خلي بالك انك انت دايما وانت بتحركهم يبقى بتعمل عشان بس ايه ما يتحركوش عندك يخرجوا برا الشكل بتاعك. فلو جيت جيبتهم هنا. لان برضو تحس ان العدد زيادة شوية فممكن تروح مقالل العدد ده خليه ايه تمانية. وتبتدي تقصة المسافة بتاعتك. طبعا فيه بتسهل علينا كل دوت لكن احنا بس حبينا نشوف المانيول وحبينا نشوف ازاي بنتحرك فيه وازاي بنتعامل معه عشان ان يبقى انت لو جالك اي شكل ان كان تعرف تطلعه وتستخدم التولز بتاعة الحديد اللي احنا شرحناها دي بسهولة جدا وما فياش اي مشاكل.